لم يعد بإمكان الملاك الخروج إلى الشارع بحرية كما كان من قبل من ناحية يحيى من ناحية أخرى رجال طارق لا يجعلون الملاك يفتح عينيه يخشى فيسل أن يؤذي يحيى ملك ولم يسمح له بمغادرة المنزل لم يعد بإمكان الملاك استدعاء ألف كما كان من قبل فيسل يفعل كل ما في وسعه لحماية أليف يواصل رجال طارق تعقب ملك شفق التي تستأجر منزلها من والدتها إلى جوليد السرية تحشر لا تعرف دون ماذا تفعل عندما تقول والدتها إنها تريد رؤية المنزل تحصل برلى على نصيحة من حميرر حول الاقتراب من كيرم بينما يخرج كيرم وسفريا لتناول العشاء معا يقترب كيرم وسفرريا من بعضهم البعض أكثر فأكثر يتولى سفريا أعمال التصوير الفوتوغرافي للشركة سوف تشعر برلى حميرا بالقلق عندما تسمع هذا ماذا ستفعل برلى إذا لم تستطع الحصول على دعم من حميرة تشعر دون بالارتياح الشديد عندما تكتشف أن والدتها لا تفهم اللعبة التي تلعبها في المنزل لكن الإيمان مصمم على العودة إلى المنزل وإلقاء نظرة أخيرة على حالته تبدأ الفجر في البحث عن علاج لمنع والدتها من معرفة الحقيقة من ناحية أخرى تعاني برلى التي جاءت لزيارة كيرم من صدمة كبيرة عندما ترى سفريا في الشركة بعد أن علم أن الاثنين يعملان معا يجد برلى الحل في الوقوع في مشاكل مع حميرة ومع ذلك تنهار برلى عندما لا ترى الدعم الذي تتوقعه من حميرة أيضا ماذا سيفعل برلى من لا يريد أن تكون سفريا قريبة من كيرم يحفظ السفريا اليوم من خلال التقاط صور للمجموعة الجديدة تكتشف الإيمان أن المنزل الذي انتقلت إليه جوليدي يقع في نفس شارع منزلها أي نوع من التفسير سوف الفجر جعل لأمها تشمر سفريا عن سواعدها بعد أن يغادر المصور القصر ويدعم كرم ويونس من خلال التقاط صور المجموعة مشيدا بنجاح سفريا خلال التصوير طلبت منها كيرم دعمها في بقية المشروع من ناحية أخرى عندما لا يستطيع ليمان المريض مغادرة المنزل لتناول دويته تأتي جوليدي لمساعدته عندما علم ليمان أن جوليدي قد انتقلت إلى منزل جديد أخبر شفق أنه يعلم أن المنزل المعنية ملك لهم ويقع في شارع المنزل الذي تم تجديده ما سوف الفجر الذين استأجروا المنزل لجوليدي دون علم والدتها إجابة الملات الذي هرب من محطة الحافلات مصمم على الذهاب إلى إزميت للعثور على أليف من ناحية أخرى تعود جوليدي تولاي إلى المنزل بعد البحث في كل مكان يبدأ تولاي الذي ليس لديه أدنى معلومات حول المكان الذي يتجه إليه الملات في الانتظار بقلق في القصر هناك موجة حلوة مستمرة يأتي يونس وبيرس إلى القصر مع مصور لالتقاط الصور للمجموعة الجديدة ومع ذلك لا يمكن الانتهاء من إطلاق النار بسبب نزاع بين يونس والمصور ويخرج المصور من القصر عرض مفاجئ من شخص غير متوقع يجعل الجميع يبتسمون مرة أخرى قرر أنجل الذي بدأ يتفكر أشياء جديدة عن ابنته الذهاب إلى إزميت بعد ذكرياته غير قادر على رؤية ملك في المنزل يبحث جوليد وتولاي في كل مكان في حالة من الظعر يتصرف كرم وسفريا بشكل لائق مع بعضهما البعض بسبب الجدل الذي مر بينهما معتقدا أن المناقشة غير ضرورية قرر كيم الاعتذارا لسفريا من ناحية أخرى استقرت جوليد في منزلها الجديد مع أميرهان ومالك يبدأ الملاك في تذكر أشياء جديدة عن الماضي عند تذكر ابنتها قررت ملك الذهاب إلى إزميت دون إبلاغ أي شخص موقف ملك الذي ذهب سررا إلى محطة الحافلات يجعل ضابط شركة الحافلات مشبوها ويبلغ الشرطة عنه عندما عادت جوليد وتولاي إلى المنزل أدرك أن ملك قد اختفى من العدم هل سيتم الكشف عن مكان الملاك؟ تهرب شفق من القبض عليها من قبل جوليدي في اللحظة الأخيرة ولكن عندما تطرح والدتها باستمرار سئلة حول المنزل يتم محاصرتها من ناحية أخرى فإن سفريا وكريم لديهما جدال كبير فقط عندما يقتربان مرة أخرى الفجر يسمح الجوليدي باستئجار المنزل فوجئت جوليدي التي جاءت إلى الوكيل العقاري للإجراءات برؤية إرمافك هنا الوكيل العقاري ينقذ شفق الذي أجبر على الإدلاء ببيان لجوليدي من ظهور الحقائق من ناحية أخرى لا يدرك الإيمان أن المنزل قد تم تأجيره لجوليدي الفجر أن تلعب جميع أنواع الألعاب لإخفاء هذا الوضع من والدتها من ناحية أخرى لا تعمل لعبة المرض يترك اللمعان القصر بسرعة مع رحيله يبدأ سفريا وكريم في الاقتراب مرة أخرى لكن حجة غير متوقعة تحدث بين كيرم وسفريا ديسمبر إذن من هو على حق في هذا النقاش؟ لا تستطيع شفق تحمل بقاء جوليدي وعائلتها في المتجر وتجد طريقة لمساعدتهم لكن الطريق الذي وجده يفتح أشياء لم يتوقع الفجر أن تحدث له تواصل جوليدي التي تقيم في المتجر مع أمير هام وامليك البحث عن منزل من ناحية تريد دون التي تريد أن تفعل شيئا من أجلهم أن تمنحهم المنزل الذي أعدته لها والدتها مع العلم أن جوليدي لن تقبل مثل هذه المساعدة فإن شفق يعقد اتفاقية مع وكيل عقاري ويسمح الجوليدي باستئجار المنزل بمبلغ منخفض تشارك جوليدي التي تعاني من فرحة العثور على منزل جديد حماستها مع عائلتها غير مدركة لكل شيء ولكن سوف جوليدي الذي واجه حدثا غير متوقع نفهم أن كل هذا هو لعبة الفجر تترك جوليدي في المنتصف عندما يرفض المالك استئجار منزله تألق وسير أن خدعة المرض لم تعد تعمل بينما تستعد جوليدي للانتقال إلى منزلها المستأجر حديثا علمت أن المالك قد تخلى عن استئجار المنزل وتفاجأ بما يجب القيام به على الرغم من إصرار جوليدي تولاي التي تقيم في الشارع مع ابنها إلا أنها لا تذهب إلى منزله انتهى فيديو معلومات سلسلة أليف لدينا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات